السلام عليكم ورحمة الله الزلف اللاوين يوم راح ندير معكم كيكة عيد الميلاد بابسط واسهل طريقة مقادير متوفرة في كل بيت وما راحش تكلفكم بزاف لا تدي من وقتكم ولا من جيبكم سبقوا درتها معكم لكن تبعوا معايا هالطريقة بالتفصيل ما راح يشتندموا ذوق خيالي ولا اروح اي وحدة تنجح لها وتقدر اديرها بسم الله هنا نبدأ عندي ست حبات بيض بدرجة حق المطبخ يكونوا كبيرين الحجم لازم يكون بيض كبير الحجم وإلا ديروا سبع بيضات ورشة من الملح وسبقوا درت معاكم اللاجين وزهادي راح نحط لكم روابط في صندوق الوصف مع كأس إلا ربع سكر كأس ليرفض 120 ميليليتر وملعقة أكل الفانيلا نغرب لها طبعا بش ما يكونش تكاتولات ونخلط الكل نضيف لفيتس ونخلط حتى يولي الخليط هكذا نضي عشر دقايق وانا نخلط بدون توقف حتى يقول لي كريمي عندي هنا 120 قرام ما بين الفارينة والكاكاو البني عندي 80 قرام فارينة وعندي 40 قرام كاكاو لازم نغرب لهم معمرين تكاتولات وعلى رأس المغرف ملعقة القهوة ندير شوية خميرة الحلويات باش تخرج خفيفة خفيفة فوق اللازم على رأس المغرف هكذا لازم تغرب لهم وما يلا قدرتوا ثانيكا تغرب لهم من المرة الزوجة غرب لهم وهنا نخلطهم في الصحن مع بعض وراح نزيد نغرب لهم قدامكم من المرة الزوجة ونخلط هكذا الطريقة من فوق لتحت من تحت الفوق هكذا باش ما نهبطش لا موس تاعي ولا البيض بعد ما ولا لكم ينموس ما نهبطوش لو كانت تخلطو بسرعة ولا بطريقة أخرى ولا راحن يهبط لكم وما تنجحش لكم لا جينواز لا جينواز عفوا قد ما خلطوها قد ما تنجح لكم والفرش والفور تاعي شعلت له على 160 درجة ولا 180 درجة في زوج عادي نستف الملتاعي حتي تغير البابيكويسو هذا ما كان مدهنت ما ولو ما راح تلصق أبدا نخبط برك الملتاعي هكذا الزوج اخترات ولا باش يتساوي الوجه كامل هنا بعد ما طابت شوفوا ما شاء الله دت لي ربع ساعة بالضبط 10 دقائق من تحت و 5 دقائق من الفوق شوفوا ما شاء الله شحل خفيفة أراكم تشوفوا يعني واضح ودي ملت وحدها هنا لاشانتيه عندي كاس هذا النوع من لاشانتيه اللي استخدمت من أروع يعني الأنوع درت كاس شانتيه 220 ميلي لتر وكاس إلا ربع ماء بارد جدا درت إكس بري هكذا اللي بنت باش نوري لكم كيما تعرفوش لاشانتيه تاكم إذا مليحة ولا مش مليحة دايما تنقصوا كمية الماء وإذا لقيتوها عاقدة كيما أنا أريد كاس شانتيه من هاذا النوعه ولا تعلميزا بالصح الأخرى تعال بوايت غير ديرو تضعفو كمية لاشانتيه خير ديرو كاس شانتيه وكاس ما بارد تخرج لكم وحبا نكاسي لها شوية لكولور درت لياورت وريت لكم كلام دي سير شوكولات ما كانش عندي غير هاذا ثانيك تعبنينة وضفت اللون كان تخي كلير حبا يجي شوية فرنسي تقدروا ثانيك تضيفوا ملعقة كاكاو مع بودرة الشانتيه من اللول باش يخرج تكاسيو شوية هنا عندي سنيوة غطيتها بالبابير ألومينيوم ما كاش عندي حاجة اللي راح نختم عليها دوك راح نديمولي قطعت يعني قطعت على الزوج قطعة متساويين مستطيلات لجينواز دوك نديموليها وحطتها فوق المولة راكم تشوفوا شحال خفيفة ما شاء الله ودوك نوري لكم لجول اللي سيقيتها به يعني قطعة كوندياشو راح نقوم النوع هذا هو روعة ذوق ما نحكي لكمش سيسوها بركيا اللي بناتخلي وها تريح هما زوج سوايا أنا ما خليتها كامل تريح قيار بري حت نص ساعة بعد ما سقيتها كامل شربتها بهذا كامل 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 وحطت عشوائيا قطعة من الموز مقطعين دوائر ولا من فوق وحطيت الجزء الثاني أنا ما درتش لقشانتيه في الواسط ما حبيش تجي تقهم ديراكتوم هزيت النص اللي خلي قطعتو حطيت وحطيت وقل الموز وكتافيت ندير لقشانتيه من فوق بزفتكو ماشي صحية نعمرها من الداخل ونعمرها من فوق بزف سيدخو بالصح والله غير كي شربتها بهذا كوندياشوكو ودرت لها البانان والله غير روعة هاي الطريقة أريد لكم برك شوية ما كاش اللي ما تعرفش دير لاشونتي لجينواز دوك هكذا بعد ما كملتها من كل الجوانب والأطراف ندخلها للثلاجة هنا راح نحضر القلاسة جمعاكم عندي الكريمة السائلة أو بين النوع أربع ملاعق أكل نسخنهم في ميكورونت حتى يغليلي السائل ولا تغليل كريمة نضيف مئة قرام شوكولاتة من ولا أي شوكولاتة تحبو هانتوما وكي تزوب مليح إذا حبيتوا تضيفوا قطرات من الزيت النباتية لش تعطي لكم لبغيانس أنا ما ضفتش الزيت شبخي فار نضيفوا هكذا ما نحبش الزيت النباتية بعد ما جمدت لي مليح الكيكا ولا الجينواز نحيتها يعني الكريمة جمدت والشوكولاتة التاعي كانت سائلة شوية حطيتها في شوية ما بارد هكذا حطيت صحن داخل صحن تاعي داخل صحن آخر ما بارد كيش دروحو شوية حطيت القلاسة وعمينة حطيتها في هذه وراح نضير هذو الخطوط تكون شوية في الأطرف لازم تكون شوكولاتة شوية سائلة أما القلاسة اللي من الفوق جاء عاقد شوية وخاطر والتزين هنا راكم تشوفوا ماكش اللي ما تعرف ش دير بلا بوشا دو لشون تي زين تها بطريقة هكذا كيما تحبو انتم تحبو وعمل قاطو يتبع 3000 واقيل ولا 2000 ولا وزينت بهذا ثاني كشريت هم 500 للواحد وضفت الموز وحطيت هفث اللاجة جمد تبيان شوكولات وجمع طروحها وشهية طيبة والله غير خرجت لي ما شاء الله بأبسط طريقة زين وها بأي حاجة عندكم تقدروا تخليوها غير بالقلاس شوكولات ولا تخليوها غير بلا شونتية وترابيوها من فوق شوكولات المهم ديروا كيكا يفرحوا بها الأولاد تعجبهم سواء عيد الميلاد ولا غير كي تقسموا البنات تمسحوا المستاكمة ما تقسموش وتعاودوا تقسموه بالجهة الأخرى تتفسدوا كامل الكيكا يعني تكونوا ختمتوها بقعب بيان وبعد تفسدوها بالصح انتم اللي حبيتوا تعمروها في الوسط شونتية لازم تديروا زوج كيسان شونتية وزوج كيسان ما والله النوع اللي استعملتم من أروع ما يكون صراحة وهي كيف اشخرجتلي مشربة من الداخل ومعمرة موز لهي بارك ومن الفوق متقهمش جو يعني جو جد ذوق متوازن حققت توازن بين شوكولات ولا شونتية ولا شنواز والموز فهمتوا اللي بنات واش نقصد ما تخرجت معمرة بزف بلا شونتية نقصوا قدر المستطاع ان شاء الله برك تعجبكم وتعجب أولادكم لا غير اشتهيتها هاكذا اجتني في بالي كنت قاعدات قلتوا لا غير نديرها وسبقوا درتها معاكم رولي لا شنواز هذي درتها رولي والرولي عمرته بلا كخيم باتيسيار خرج من أرواع ما يكون نحط لكم رابط في صندوق الوصف شاهدكم في الجنة من نيتي اللي بنات غير وكان كنتوا معايا وتذوقوا معايا ولا غير ديراكتوا مطروحوا تديروها ما شاء الله والله ما تشبعوا منها صدقوني ذوق من أرواع ما يكون انا نحب نغير ما نحبش نعتمدوا نفس الطريقة في الكيكات ولا لازم نديرها في الوسط لا لازم التغيير التغيير هكذا لكسر الروتي وثاني قدرت لجنواز هذي درت تقدروا تديروها رولي من أسهل ما يكون وناجحة مليار بالمئة أشحل من المشتركة تجربوها هذا الرولي الجنواز اللي درت وحشيتو بلا كريم باتيسيار وثالي درت لمم جنواز هذي بصح ما شي بالكاكاو درت لها كريمات ولصوص البرتقال راح نحط لكم رابط في صندوق الوصف ما بقالي غير نقولكم في أمان الله